كيف تلقيت خبر اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية الكاملة على كل أراضيه بما في ذلك الأقليم الجنوبية؟ أهلا بك ومشاهدينك أعتقد أن هذا التطور يمثل نجاحا هاما ومرموقا للدبلوماسية المغربية ومن المفيد أن نضع ذلك في سياقي الصحيح فخلال الشهور الماضية افتتحت عدد من الدول قنصليات لها في العيون بما في ذلك الأردن ودولة الإمارات والبحرين وهكذا فإن عددا من الدول اعترفت بالسيادة المغربية على الصحراء وأعتقد أنه من المفيد أن نرى قرار الولايات المتحدة كجزء من نجاح ديبلوماسي عريض للمملكة المغربية النقطة الثانية هي أن هذه المشكلة استمرت دون حل منذ عام 1975 ولم تشهد تقدما يذكر خلال السنوات الماضية ولا حتى فرصة لإحراز تقدم ولم يكن هذا إنصافا لا لسكان الصحراء ولا لشعوب العالم التي ركزت على هذه القضية وأعتقد أن هذا التطور سمح بإيجاد فرصة لمرحلة جديدة من الدبلوماسية فيما بين الشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي للاعترف بدور المغرب والعمل على الوفاء باحتياجات سكان الصحراء ترجمة نانسي قنقر